قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجيو إن الصين تعارض أي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان أضف المتحدث الرسمي الصيني أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة وحازمة ردا على ما وصفه بالاستفزازات الأمريكية لافتا إلى أن الزيارة الجديدة والتي يقوم بها وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان تثبت أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان